بدل ما تسمع رأيي اسمع رأيي بسنتي دل بوسكي أسطورة كلة القدم الأسبانية المدير الفني الأصبق للريال مدريد المدير الفني الفائز بكأس العالم 2010 مع المنتخب الأسباني معايا في هذه اللحظة اللحظة يا فندم مشرف ومنور برنامج رقم 10 التلفزيون المصري كيف رأيت هذه المواجهة الكبيرة اليوم بين برشلونة وريال مدريد لماذا ظهر ريال مدريد بهذا المستوى السيء ولماذا ظهر برشلونة بهذا المستوى الرائع من وجهة نظرك ناني سعيد بأنه كان ماتش جيد للبرشلونة ولكن أعتقد أن هذا قد يدعم مستوى الكرة الأسبانية عن مستوى العام وأعتقد أن الجمهور ومكالة الطرفين كانت استمتع بهذه المباراة وجانت في صالح برشلونة أكثر ولكن أيضا لا نستطيع أن ننكر الموجودة لذي بسهروا ريال مدريد شافي وتجربته كمدير فن شافي واحد من الأسماء اللي أنت دربتها مع المنتخب الأسباني ومع برشلونة الآن مدربا هل ترى أنه يقدم أداءا جيدا مع برشلونة خلال هذه الفترة والفترات الماضية لديه عمل شاك جدا وأعتقد أنه وصل في وقت معقد للمنتخب وأن أنا أتمنى له حد سعيد كما أتمنىته للعيبة التي كنت أضربها وأنني سعيد جدا أنه فاز اليوم وأعتقد أنه لا نستطيع أن ننكر قيمة الموجودة لذي بسهروا حتى الآن جافي وبيدري يشبههم الناس بسنائية إنيستا وتشافي في أرض الملعب هل ترى نفس السنائية بين جافي وبيدري الآن في برشلونة نعم أنه من الجاي جدا وجود عناصر جديدة وأعتقد أنه لديه عنصرين جيدين جدا أعتقد أنه شابه نيستا كانوا عنصرين أسطوريات أين ولكن أعتقد أنهم في طريق جابي الآن والسنائي الحديث الآن أعتقد أنهم في طريقهم للنجومية ريال مدريد كثير من التحفظات والانتقادات على مستوى ريال مدريد هذا الموسم سواء في الدول الأسباني أو حتى مع خسارة مباراة السوبر النهاردة في رأيك لماذا تراجع مستوى ريال مدريد عن الموسم الماضي في إنجازات عديدة أنا أعتقد أننا لا يجب أن نقلق لأنه فقط مباراة وقد فاز بها أحد الطرفين ولكن لا أعتقد أن ريال مدريد قد فقد أداءه ولكن أعتقد أن هي تلك المنافسة من أجل الدور الأسباني وأعتقد أنه من المبكر أن نحكم عليه بالأداء السعيد هل ريال مدريد في حاجة إلى تدائمات خلال هذه الفترة من الانتقالات هل محتاج تدائمات سريعة لتشكيلة الفريق؟ أنا لا أستطيع أن أنا الشخص الموسم الذي يسمح بي أن أتكلم في هذا ولكن أنا لست من المعنيين بالتحدث في هذا الشأن ولكن أنا كنت أتحدث عن المباراة وأعتقد أن المباراة كانت جيدة جدا ولكن أعتقد أن ريال مدريد ما يزال ليس لديه الوقت في إبراز مجوداته فإنه فريق يقوم بأداء جيد عايز أعود بيك إلى الخلف قليلا وأتحدث معك عن مستوى المنتخب الأسباني في كأس العالم لماذا تراجع مستوى المنتخب الأسباني وخرج مبكرا من كأس العالم من وجهة نظرك؟ كأس العالم معقد جدا والوصول النهائي فإنه صعب جدا كنا نريد أن يكون بطل ولكنه خسر في المباراة فالمنتخب الأسباني كان لديه الكثير فكان لديه أشياء جيدة وشابة وسطة وأشياء سيئة ولكن أعتقد أنه لا يديه مستقبل باهر في السنين المقبلة بالنسبة للمنتخب هل كنت مع فكرة رحيل المدير الفني لويس إنريكا عن تدريب المنتخب الأسباني ولا كنت مع بقاءه مديرا فنان للمنتخب الأسباني أنا سوف أقرر نفس الشيء أنني آسف جدا أنني لن أتحدث في هذا الشأن ولكن لابد أن أتوقف الحظر في التحدث في هذه الأمور فأنا لست مخاول بهذا ولكنني أرى أنه قد يقوم بأداء جيد وأعتقد أن المنتخب الأسباني قام بالفوز ببطولان كثيرة وبالتالي أعتقد أننا سوف أكون حذر جدا في التحدث في مثل هذه الأمور عظيم جدا طيب محتاج أسمع رأيك في الأداء والمفاجأة الكبيرة اللي عملها المنتخب المغربي في كأس العالم ووصوله إلى نصف نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذه المرحلة كيف شهد هذا الإنجاز من المنتخب المغربي أنا أعتقد أن المنتخب كان يستحق بجدارة أن يصل إلى النهائي حتى كمان وقد ترك انتباع جيد المشاهدين الكرة في العالم وأعتقد أنه فاز بمفاجأة وأعتقد أننا كأسبان لدينا علاقات جيدة مع الأسبان ولدينا كثير من المغاربة في أسبانيا وأعتقد أننا على قدر ما أحزننا على خروجنا ولكن سعدنا بفوز المنتخب المغربي منزنتي تلبوسكي المديل الفني الأسبك لريال مدريد والمنتخب الأسباني الفائز بكأس العالم 2010 أنا أشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم